حالة استمرار طبعا منع زمالك من فترتين القيد أو فترة القيد وبدأ يكلم وكيله أنه يدور له على عرض حبيب وهو قريدي عنده عروض خلال الفترة اللي فاتت لكن العروض اللي عند كارتيرون هي مرتبطة أكتر بشمال أفريقيا لأن السمعة اللي سابها كارتيرون في الفترة اللي تولى فيها أو كان موجود في الدوري السعودي وبعد فشلوا الكبير في الدوري السعودي قللت من فرصه في تولي الأندية الكبيرة في الخليج وبالتالي هيواجه صعوبة في أنه كارتيرون يوم لما يمسك فريق من الفرق اللي في الدوري الإماراتي أو السعودي أو الأندية اللي هي ممكن تكون أندية خليجية هتلاقيها في منتصف الجدول أندية بتصارع من أجل البقاء لكن مش هيمسك فرق وده أنا بقول لك يعني بناء على معلومات مش هتلاقي فرق أو أندية كبيرة تتعاقد مع كارتيرون رغم أنه هو واخد بطولة الدوري مع ناتزا مالك لكن عموما هو بيفكر طبعا في الرحيل لكن لا تزال أزمة أسامة نبيه مستمرة داخل ناتزا مالك بعد رفض حسين السيد وفاروق جعفر عودة أسامة نبيه مرة تانية إلى ناتزا مالك حسين السيد قال على جثتي لو أسامة نبيه رجع فبالتالي خلينا نشوف إيه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية كمان وصل برضو بعض الكلام أو انتقادات أسامة نبيه لطريقة وسياسة كارتيرون في التعامل مع الجهاز المعاون وصل لبعض المدربين المرشحين لناتزا مالك فأصبح يعني بعض الناس أو بعض المدربين داخل ناتزا مالك يعني متخوفين في التعامل مع كارتيرون من ضمن الأسماء اللي الإدارة كلمتهم داخل ناتزا مالك عصام مرعي المدير الفني للشارل التأمين ثم تراجعت الإدارة ممكن هل بقى يرجعوا لعصام مرعي تاني فخلينا نشوف وكيل سيف الجزيري عرض اللاعب على بيرامدز وفيوتشر طبعا علشان بعد ما وقع لكن الزمنك مش هارف يأيده علشان طبعا أزمت منع القيد أشاب بن شارقي طبعا عنده عرض مغري جدا من نادي بيرامدز ووكيله المغربي قاعد مع أحد المسؤولين في نادي بيرامدز لكن حتى الآن أشاب بن شارقي ما خدش القرار وبينتظر عودة وكيله من المغرب علشان يحسم قراره النهائي بعد عشر تيام سواء بقبل الاستمرار في الزمالك أو الرحيل لكن هو عنده عروض يعني مختلفة سواء في الإمارات سواء في الدحيل القطري ده بالنسبة لأشراف بن شارقي في يوتشر يعني بيقترب من ضم مروان محسن والترجي التونسي رفض التفريط في بن رمضان لنادي بيرامدز علي محمد بن رمضان أو محمد علي بن رمضان ده بالنسبة للأخبار الخاصة بنا اشتركوا في القناة